تنفيزا لتوصيات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعمل على التوسع في مضالة الحماية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية والسعي لتحسين مستوى المعيشة للفئات الأكثر احتياجا تعلن مؤسسة حياة كريمة عن تقديم دعم غذائي ونقضي للمواطنين وذلك من خلال توزيع نصف مليون صندوق مساعدات غذائية بالإضافة إلى صرف دعم النقضي للنحوي 16 ألف أسران للفئات الأولى بالرعاية وذلك في مختلف محافظات الجمهورية يأتي ذلك سعيا من مؤسسة حياة كريمة لدعم الفئات الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقا وتماشيا مع الدور المجتمعي لمؤسسة حياة كريمة تجاه المواطنين الأكثر احتياجا في مختلف محافظات الجمهورية لتحقيق حياة كريمة لهم ضمن جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي الذي تأتي المؤسسة كأحد أعضائي ومؤسسي مع عدد من الكيانات الرائدة في العمل التنموي في مصر